قبل الفاصل كنا بنتكلم مع العربية البيئمي دابليو والكراسي بتاعتها العظيمة اللي فيها اوبشن غير طبيعي جدا بس خليني اقولكوا ان احنا الفقرة دي هنتكلم عن الكراسي برضو لان كتير مننا واحنا مسافرين او ساي او ماشي في شور طويل جدا او ماشي في الطريق بتحس ان جسمك كله مكسر وضهرك وجعك من الاعداء في شركات كتيرة جدا فكرت انها تطور تجربة القيادة في العربية بتاعتها عشان توفر مستوى افضل من الراحة احنا بقى في الفقرة دي مش هنتكلم عن الكراسي اليراضية بتاعت البيئمي دابليو العظيمة جدا بتاعت اول فقرة لكن هنريد عليكم خمس اختيارات من العربيات اللي بتيجي بكراسي لدعم فقرة القطنية فقط يعني هنكتفي بان احنا نحافظ على القطنية فقط في الموديلات اللي هنقول لكم عليها دي طيب خلينا بقى اقول لكم ان كمان فيه اوبشن في العربيات دي بيجي ان انت ممكن تعدل سمك منطقة الظهر شوية عن طريق زهر الكهرباء عشان تختار وضع قريح ليك وبرضو كل ده بيدعم فقرة القطنية احنا بيش نتكلم عن حاجة تانية كويس عشان بس فيه ناس ما تقولش ان فيه عربيات اعلى من كده او فيه عربيات اعلى من كده والكراسي بتاعتها بتعمل حاجات رهيبة جدا ولكن العربيات انتكلم معنا دي هي بنركز فيها على القطنية طيب اول عربيات معنا بقى هي فيه تيبو اللي بتنزل بداية من الفئة التالتة بتقنية دعم الفقرة القطنية وسعر الفئة دي بتكون ما بين 260 ألف جنيه و 330 ألف جنيه طبعا ده حسب الفئة بتاعتها والاوبشن والاوتوماتيك والمانيول والحاجات دي كلها تيبو بتنزل بمطور 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان وعزم 152 نيوتر متر والفتاز بتاحها بيكون 6 سرعات وطبعا دفع أمامي للعجلات وبتوصل من السفر الـ 100 كيلو في 11.2 ثانية تالية عربية هنتكلم عنها هي فورد فوكس العربية دي جميلة جدا عن الفكرة العربية من العبات الحلوة قوي وعملية جدا ممكن الناس تحس انها صغيرة شوية بس هي بجد عربية لطيفة جدا كل الفئة بتاعتها بتنزل باوبشن دعم القطنية وسعرها بيكون بداية من 345 ألف جنيه للموديلات السريان و370 ألف جنيه للهاتشباك فوكس بتنزل بمطور 3 استوانات بسعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي مش تربو ولا أي حاجة خالص وبيولد قوة 120 حصان وعزم 151 نيوتر متر الفتاز بتاعها بيجي 6 سرعات العربية الأشهر في السوق المصري وهي تيوتا كرولا اللي بداية من الفئة الكمفورت أو اللي هي الرابعة بتاعتها 20 نيوتر متر والفتاز بتاعها CVT أوتوماتيك الفتاز اللي عامل يعني الناس كلها على فكرة بتشتكي من الفتاز CVT لأن مشاكله كتير جدا بس عايزة وضح حاجة في النقطة دي ما عليش نخرج عن الموضوع سنة عشان النقطة دي مهمة جدا CVT الفتاز مش هو واحد يعني الفتاز CVT اللي في الشيري أريزه مثلا زي CVT اللي في الكرولا CVT ده موديلات وأنواع زي مثلا ما تكون جايب موبايل فيه الموديل رقم واحد اتنين تلاتة فيه تكنولوجيا متطورة من CVT فأنت ما تقلقش منه لمجرد أنك تسمع اسمه المهم من الكرولا بداية من الفئة التانية أو الفئة اليدوية الفئة الأولى بس هي اللي بيجي ما بتجيش فيها دعم القطنية أوبل بقى واللي طورت كتير جدا من التوجودها في سوق المصري السنة دي بتنزل الأوبشن بتاع دعم القطنية في اتنين من الموديلات بتاعتها هي الأوبل كروس لاند والأوبل جراند الأوبل كروس لاند بتنزل بفئتين الأسعارهم بتبدأ من 335 ألف و365 ألف جنيه الفئة التانية بيكون فيها وسائل تمديد بكراسي سائق لدعم القطنية وكروس لاند بتنزل بموتور تيربو 3 استوانات 1200 سي سي و110 حصان و25 نيوتن مترو بتتصارع من 0 إلى 100 كيلو في 11.8 سنية الجراند لاند بقى الفئة التانية هي اللي بتنزل بالأوبشن دعم فقرة القطنية واللي سعرها بيكون 500 ألف جنيه جراند لاند بتنزل بموتور تيربو بساعة 1600 سي سي وقوة 163 حصان وعزم دوران 240 نيوتن وبتتصارع من 0 إلى 100 كيلو في 9.4 سنية وبتوصل لسرعة القصوى بتاعتها لـ 21 كيلو متر في الساعة طبعا كل الحاجات دي احنا بنحاول نقولوكو برضو لو انت مهتم بالجزء ده أو انت بتسوق كتير أو انت بتسافر طول الوقت بعربيتك ومحتاج عربية يكون فيها أوبشن دعم القطنية فهنا حبينا نقولك العربيات اللي بتقدم ده